نروح مع حضراتكم سريعا وموجز الأهم وآخر الأنباء موجز التساعة صباحا مع رجاء رمزي تفضل الرجاء شكرا جزيلا محمد مشاهدينا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم عبر شاشة القناة الأولى المصرية فأهلا بكم أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي زيارة لمقر القنصرية العامة المصرية في نيويورك ذلك على همش مشاركته الحالية في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة تفقد عبد العاطي خلال زيارته لمقر القنصرية العامة في نيويورك سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة إيلاء العناية والرعاية اللازمة لشؤون المواطنين المصريين المقيمين في نتاق البعثة وأبرز ما توليه الدولة من أهمية شديدة لشؤون المصريين في الخارج والحرص على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم وما يشغله ذلك من أولوية متقدمة لدى الوزارة كما حرص على لقاء بعض ممثل الجالية المصرية واستعرض خلال اللقاء السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تايول وذلك على همش الشق رفيع المستوى للجماعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أعرب عبدالعاطي خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات كذا دفع التعاون الاقتصادي والتجاري وعلى المستوى الدولي أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في كافة المحافل الدولية متعددة الأطراف خاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن حاليا مثمنا المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على قطاع غزة كما تناول عبدالعاطي في هذا السياق تطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي المشترك للوزراء أعطاء لجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن فلسطين ذلك على همش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقيدت حول الأوضاع في الشرق الأوسط تناول عبدالعاطي تطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث شدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون لا تخضع للمساءلة فيما جدد التأكيد على ضرورة اضلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لطاق النار في غزة ولبنان وتجنيب المنطقة الإنزلاقة إلى حرب إقليمية مفتوحة أعلن حزب الله اللبناني قصف منطقة كابري في شمال إسرائيل بوابل من صواريخ فادي واحد ذلك في أول هجوم تبناه بعد الغرات العنيفة التي طالت معقله في ضاحية بيروت الجنوبية في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في سهل البقاع بلبنان كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن مستشفى الضحية بيروت الجنوبية ستجلي مرضاها بعد الغرات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم الضحية الجنوبية لبيروت ذلك مع تكثيف إسرائيل هجماتها على حزب الله بعد ضربة جوية على مركز قيادة استهدفت خلالها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل عن أسفه لعدم وجود أي قوة بما في ذلك الولايات المتحدة قادرة على وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في العدوان على غزة ولبنان ودعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته مرة أخرى إلى تنويع الجهود الدبلوماسية بعيدا عن الولايات المتحدة متوقعا أن يطول أمد التصعيد في المنطقة يأتي هذا فيما استشهد 13 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وأفدت وكاروت الأنباء الفلسطينية بأن طفلين استشهد بقصف من مدفعية الاحتلال عندما قصف منزلا في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة فيما استشهد سبعة مواطنين في قصف على مناطق عدة في محافظة رفح الفلسطينية حيث قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة المواصي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينين بينهم أو بينما ارتقار بعض آخرون في قصف استهدف منزلا في بلدة النصر شمالي شرق المدينة خفضت وكالة مودس للتصنيف الاحتمالي تصنيف اسرائيل إلى بي اي اي وان أبقت على توقعاتها لتصنيف عند سلبي ذلك على خلفية تفاقم الصراع في المنطقة خاصة في لبنان ووضحت الوكالة أن المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو تفاقم المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية ما ينظر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الاقتمانية لإسرائيل وذلك على المدى القريب والبعيد في هذا الإطار حذرت مودس من أن حالة عدم اليقين بشأن أمن إسرائيل وأفاق نموها الاقتصادي على المدى الأطول أعلى بشكل أكثر من المعتاد مشيرة إلى أن الانخفاض عن هذا المستوى يعني أن إسرائيل سوف تفقد تصنيفها الاقتماني عند الدرجة الاستثمارية رياضيا توجى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطلا لأسوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على نادي الأهلي بركلة الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض سجل هدف الأهلي وسام أبو علي من ركلات جزاء في الدقيقة الرابعة والأربعين فيما أدرك ناصر منسي التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة السابعة والسبعين لينتهي الوقت الأساسي بالتعادل ثم حسم الزمالك المباراة بركلات الترجيح بنتيجة أربعة ثلاثة بذلك رفع الزمالك رصيده إلى خمسة ألقاب في المسابقة بالمركز الثاني بين أكثر الفرق تتويجا خلفا للنادي الأهلي صاحب الثمانية ألقاب مشاهدين انتهى موجز التسعة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد هذا الفصل شكرا